حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقت يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا ام دخلك فلوس هتدخل او دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقت كمان عندك عطاء الكارت ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمل تدي 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 حد محتاج بتديله عندك كرم زي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقت حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام رسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر ملور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفارية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك او تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تأخده ومتردد فيه وعمل تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب ااو ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طالعا زلاء اما انه انت الفهرس اللي بتجيلك بتروح على طول تتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح أو فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه ابتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيه حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يا دلو بإذن الله الفلوس اللي حاجيه لك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى أو ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة انها تهد البيت في خلقات النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده اه تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل معه ازاي نصيحتي ليك تعامل معه بجرأة بص هو ايه اللي بيحصل هنا التيم بتاع الكارت ده الموت مفروض ان حاجة بتموت او حاجة بتغيير وحاجة مفاجئة وجاية حلق غصبة عنك انت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحقي الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش صرف فيه اعمل ايه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالع بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش شايفها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها شهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا دلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هي تتتحسن من الفعل او على الاقل ابتدى يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم به مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطط مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة اوي تجنب الخطوات الكبيرة اوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل اوي للمستقبل بعيد بالشكل ده اه وممكن يكون كمان الصفر تفادى الصفر الوقت ده ده اه ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن على اقل تقدير يعني ان انا تكتب مش هتبقى مرضية لك اوي اللي عنده صفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر الشوية يعني مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي نمسك ايه مسك ديك شوية يا دلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ام ركز اعمل خطة للصرف خطة خطة محترمة كده ام مش لحاجة علشان اتليست تحس ام يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحلة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبان تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن أو مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين أنا بالنسبة لي أي إيد نزلة من السماء دي إيد ربنا الدعم هتلاقيه عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة أو رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجة في إيدك تعملها غير انك انت تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تطلب من ربنا أي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي حيستجيب دلوقتي مش لو مثلا المشكلة وقع بينك وبين شريك يعني حاول ان انت متشوفش حلول معاه على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة اروح امشي ازاي اروح فين اقرب ولا بعد فدعمك هتلاقي من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي اللي بعيد يقرب نصيحة الكارت طلعلك العربة امسك القيادة يا دلو انت بطبعتك عندك صفات القائد امسك زمام الامور وانت اللي بتدي حركها زي ما احنا وصفنا الكارت ده قبل كده ده واحد راكب العربة وهو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قاعد ده وقت اكشن ابتدي اخد اكشن وامسك زمام الامور واي حاجة اي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة كل واحد يوم بصص في التجاه بمعنى انها تديلك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلو وحركتك تكون اسرع واتخاذك للقرارات يكون اسرع انت قراراتك على فكرة بتاخدها بصعوبة يا دلو وده عن انت بربع يعني جوزي دلو زي ما انتو عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة بيبقى عنده تردد شريط جدا واضح ان الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل اسرع لو هي حتى قرارات تخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل اسرع من كده واضح انك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر فلازم تبتدي ان انت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا لخاص القرية بسرعة الدل اما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية او في طريقه لتطور في المادة او هو في مرحلة عنده عطاء كتير قوي وعمال يدي كتير جدا شكل الشهر عنده في احتفالات وده شيء متوقع لان ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير الى ارتباط واتمام مراسم خطوبة او مراسم جواز او اجازة فيها سفر ان شاء الله وفيها يعني فسحة حلوة جدا وكارت ايجابي قوي قوي هدفك الشهر ده انك انت تعمل عملية اتزام في حالتك المادية لان كل اللي بيجيلك بيروح بتصرفه فحالتك المادية مش متزنة فانت محتاج انك انت الهدف بتاعك اللي انت حطه انا عايز ازبط الميزانية الخاربانة ده يعني ده اللي انت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده التغيير مفاجئ انت مكنتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخوفك شوية لكن مش عايزك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة ما تخافش مني اكتر حاجة حتنجز هالشهر ده انك حتماشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت هيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بنسبة كويسة جدا برافو عليك يا دل حاول انك انت تتفادى اما الصفر او انك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات لها بعيدة المدى او تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي step by step حاول كمان تعتنق الحرص الحرص في الصرف واضح انه هو صرف مش اي حاجة تانية لم ايدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى في ناس بقى حتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة وتناسب انت نسبة مثلا بيجيلك الف جنيه بتبعزق منها نسبة لا بقى سابية في كلام فاضي كلام قصدي وفي حد بيجيلي هو تسعة مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فايا كان في حالة من irrational spending يعني بتصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنعها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدينا ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا انتظموا في صلاتكو تاني ودعوا ربنا وطلبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعت الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هيا اللي تقودك يعني فيك هود يقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسك القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجة هتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايح له رايحة حلوة جدا يا دل جميلة 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 تعالوا نشوف بقى ايه الحلة العطفية تعالى طيب اوكي اداله عايز ايه اداله يعني واضح ان هو في حاجه عنده بايزه في العلاقه حاجه يعني مش واخد حقه زعلان من حاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجه انه هو ايه متهزمش هو بيحاول يبين انه هو متهزمش انه هو متكسرش نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر اداله زي ما احنا شفنا حتى في قراته العامه تده يركز في العاطفه اوي تده يركز مع شريكه اوي تده يهتم بيه تده يعوضه حاجه حلوه جدا فالدلو شايف انه يعني ان العلاقه حلوه ولفسه بقى ايه يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلو اوي اوي الدلو شايف شريكه ازاي Which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح انه هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس الدلو ابتدى يركزه ابتدى يديه ابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاريه بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة اه نفسه في ايه هو نفسه في تعويض فعلا نفسه في تعويض الشريك شايف انه هو ادى الدلو كتير قوي او 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 يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويض انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى انه هو يعني عايز يحصد بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطبه وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ماشاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب وجواها سمكة السمكة دي عطاء ورمز للخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدلو تعلم الدرسه تعلم كويس وعرف امتك ونوي يصلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها الدلو فعلا انت ده يركز مع الشريك في في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فاشلة زمانك والتفاكر لا ده فيه صاف في بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو مولود جديد للناس اللي مستمين موليد الناس اللي لسه متجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس اللي مستمين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتوا متجاوزين وعندوك ولا دفعية مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ما شاء الله بيرفا ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراءة فعلا انت انت بقى عداله جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب هلخص القراءة الحمد لله حل وقوي الفيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح نظلت في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على اقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف مبيعترفش انتو عارفين ده ومبيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلدش في حاجة أو الحرب اللي كان داخلها أو المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لأنه شايف أن أساسها قوية وأنها تستاهل منه أنه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه إزاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات 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 كتير جدا جدا يمكن تكون منه أو يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة أن الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ماشاء الله الشريك عايز إيه كمان؟ عايز تعويض بقى عايز يبتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا أو يعني دعم كتير إدى دعم كتير للدله فعايز يبتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوي وهو شايف فعلا أن الدلو ابتدى فعاليا أنه هو يصلح وابتدى يدي أعتقد ما بينكم ولا أحلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكوا داخلينها ومرحلة منطقتها حلوة قوي بسم الله ماشاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ماشاء الله تفرح تفرح عملين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الإراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا يمشوا خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مولود جديد اتنان زواج او اتنان خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم ويسعد ايه بيستوى